اشتركوا في القناة خمسينيا حراريا يتشكل في أجواء ليبيا ومن ثم يتجه باتجاه مصر ليعبر سواحلها الشمالية باتجاه جزيرة قبرص في الحقيقة مع توجه هذا المخفض الجوي الخمسيني باتجاه جزيرة قبرص يندمج مع مخفض جوي متوسطي جديد هنا متواجد في أجواء الجزر اليونانية يتشكل عن هذين المخفضين الجويين منظومة ضغط جوي منخفض تتجه من البحر الأسود باتجاه هنا بحر قزوين وتتمركز عند قيم ضغطية تلامس الألف من ليبار في الحقيقة ستتشكل يوم الاثنين منظومة من المخفضات الجوية والمخفضات الجوية ينتج عنها أن هذا المخفض الجوي سيدفع بتيارات هوائية قوية لتعبر مناطق واسعة من بلاد الشام باتجاه سد الفراغ هنا عند بحر قزوين ينتج عن ذلك أجواء غائمة جزئيا انخفاض كبير في درجات حرارة رياح قوية قد تصل سرعتها حتى 70 كم في الساعة ومن ثم من جديد ومع ساعات صباح الثلاثاء يعود هذا المرتفع الجوي ليسيطر على أجزاء واسعة من بلاد الشام وشرق المتوسط فارضا بعد مشيئة الله تعالى طقسا مستقرا مشمسا إلى غائم جزئيا في الحقيقة ستدوم الأجواء نهاية الأسبوع على شكل أجواء غائمة جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة وفرص لبعض الزخات المطرية العابرة كون المنطقة ستكون على أطراف مخفضين جوي يسيطر على أجزاء واسعة من البلقان لكن هذه المرتفعات الجوية ستعمل عامل صد في وجه المخفضات الجوية المتواجدة هنا وتمنعها من التعمق باتجاه مناطق بلاد الشام لتستمر الأجواء بحالة عدم استقرار ضعيفة على شكل أجواء غائمة جزئيا مع فرص لبعض الزخات المطرية العابرة ودرجات حرارة حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة بناء على هذا التحديد طورات غلاف الجويين تبقى بإذن الله تعالى يكون التقس على عموم مناطق دمشق والقنيطرة مع درعة والسويداء غائما جزئيا مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة تنخفض درجات الحرارة الاثنين وتعصف الريح مع بعض السحب المتفرقة والتي تنتج عنها زخات ضعيفة من المطر من جديد تميجنا الجواء للاستقرار مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع حيث تتأثر المنطقة بأطراف مخفضة جوية تنتج عنه فرص أمطار متفرقة وضعيفة بمشيئة الله تعالى بالانتقال لمناطق الجزيرة السورية نتوقع بإذن الله تعالى أن تكون الأجواء غائمة وساديمية مغبرة قليلا حتى صباح الثلاثة وذلك على عموم مناطق الحسكة والقامشلي مع عموم مناطق الرقة ودير الزور تشرق الشمس وتستقر حركة الريح منتصف الأسبوع ثم تتحول الأجواء إلى غائمة جزئيا على فترات مع احتمال بعض الزخات المطرية الضعيفة نهار الجمع أما فيما يتعلق تقص مناطق الشمالية الغربية والساحلية وعموم مناطق الوسط فيكون التقص غائما وساديميا مغبرا قليلا نهار الأحد تتكاثر السحب المخفضة نهار الثنين لتتهيئ الفرص لأمطار متفرقة هنا على المناطق السحرية قد تمتد لتشمل أجزاء ضيقة من إدلبة وحلبة وحتى حماتة وحمص مع نشاط قوي في حركة الرياح الغربية والتي قد تلامس سرعات هباتها 60 إلى 70 كم في الساعة تتراجع سرعات الرياح منتصف الأسبوع وتبقى الأجواء غائمة جزئيا ودافئة حيث نتأثر نهاية الأسبوع بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي على شكل فرص لبعض الزخات المطرية العابرة على السواحل وجبة لها قد تتطور لمخفض جويا ماطر الجمعة وما بعد بمشيئة الله تعالى ننتقل الآن إلى تفاصيل تقسي إدلبة وحلبة وعمو المناطق الداخلية خلال قادم الأيام الأحد تكون الأجواء غائمة جزئيا مع تقس سديميا مغبر قليلا تشهد درجات الحرارة فاعمل خوضا لتلامس 24 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 11 درجة مئوية تهب الرياح الشرقية بسرعات ضعيفة نسبيا عند 10 كم في الساعة الأثنين تقس غائم جزئيا مع رياح غربية عاصفة وفرص لبعض الزخات العابرة من المطر تسجل درجات الحرارة خفاضا كبيرا لتسجل 18 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 7 درجات مئوية تعصف الرياح بقوة عند 40 كم في الساعة ما هبات قد تلامس 70 كم في الساعة الثلاثة تقس غائم جزئيا مع زخات ساحلية ترتفع درجات الحرارة من جديد لتلامس 20 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 5 درجات مئوية تهب الرياح الغربية بسرعات نشطة نسبيا عند 20 كم في الساعة الأربعة أجواء غائمة جزئيا مع فرص ضعيفة لبعض الزخات المطرية العابرة تحافظ درجات الحرارة على قيمها لتسجل 19 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 6 درجات مئوية تهب الرياح الغربية بسرعات ضعيفة نسبيا عند 10 كم في الساعة الخميس طقص غائم إلى غائم جزئيا مع احتمال لبعض الزخات المطرية العاررة تحافظ درجات الحرارة على قيمها لتلامس 20 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 7 درجات مئوية تهب الرياح الغربية بسرعة ضعيفة نسبيا عند 10 كم في الساعة الجمعة طقص غائم جزئيا مع فرص أمطار متفرقة ترتفع درجات الحرارة لتلامس 21 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 10 درجات مئوية تهب الرياح الغربية بسرعة ضعيفة نسبيا عند 10 كم في الساعة السبت أجواء مشمسة إلى غائمة على فترات من جديد ترتفع درجات الحرارة لتلامس 23 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 7 درجات مئوية تكون الرياح غربية عند 10 كم في الساعة أستاذ المتابعين كانت هذه أهم مميزات طقص قادم الأيام من استوديوهاتنا في إدلب كان معكم في العداد والتقديم المهندس أناس الرحمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته